الجانب الرسمية التركية نشرت قرار رئاسي بتوقيع الرئيس رجل تاب أردوغان بينص على إجراء تعديلات على اللايحة المنظمة لشروط حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية وخفرت التعديلات الأخيرة الشروط المالية لحصول على الجنسية التركية إلى نحو السدس تقريبا يعني المستثمر الأجنبي اللي عنده رأس مال سابت نصف مليون دولار اللي هو 50 ألف دولار على الأقل يستطيع أنه هو يحصل على الجنسية التركية اللي كانت 2 مليون دولار خفضها للربع لأنه محدش جاهله أنا بسأل بس بقول واللي عنده شقة عقار لمدة 3 سنين 825 ألف دولار ياخد الجنسية حد من هؤلاء تحدث عن أن تركيا بتبيع جنسيتها وأعتقد أنه لو محمد ناصر فتح بقه لو معتز مطر فتح بقه تكلم كلمة واحدة أولا هيقوم أردغان بإخصائه فورا وهيرحاله زي الكلب ومش هيلاقي مكان وهيجي هنا هيقض بالجازمة تاني بقول ما أنا بعرفكه هو يقدر أنا أتحداه بقوله لو أنت راجل لو أنت ذكر اطلع أقول كلمة على أردغان كلمة على أردغان في موضوع الجنسية ولا في موضوع الضعارة ولا في موضوع الاستبداد ولا في موضوع الصندوق السياد اللي رئيسه يا سلام لو إحنا عندنا الرئيس السيسي كان رئيس الصندوق السياد المصر يا سلام على الأفراح واللي الملاح اللي أعملها بوردان وأصدقائه لكن حد فيهم يجرؤ يتكلم كلمة على سيده أردغان هما فقط عبارة عن مصامير في حزاء أردغان لكن حد فيهم يقدر يتكلم ترجمة نانسي قنقر